موحي الفنية عامل شوية حلقات كويسين بصراحة برضو زي ما قلنا على اتحاد الكورة قبل الكلام في الحتة الفنية الاهل والزمالك بقى اللاعبين والاجهزة الفنية كل حاجة اكتملت بقى ان تتقدم عرض كوروي يالج بمصر وباسمه مصر لما ينفحش بعد كل القرنفال الكبير ده المباراة تطلح فنية نوحشة او ما نقدمش فيها الكورة اللي طالج باسم الاهل والزمالك او اللي طالج باسم كاس مصر ان انان بقيت المسئولية كبيرة على الاهل والزمالك خلاص المباراة والاحتفالات والدين خلاص الملعب تسعين دي هتقدموا ايه ايه اللي هتقدموه هل هتعكسه انا مش عايز اقول مش هقول مقولة تحكي الصورة واقعية عن القرنة المصرية مش عايز الصورة واقعية لان لو عكسنا الصورة واقعية هتبقى المرش وحش تحكي الصورة طاليق باسم وحجم كورة القدم المصرية قلت كده في اطار وكان في الروح رضي بدليل الصورة اللي كان مع فيها مجلسي دونة القلوز زمانك مع بعض العشرة ده جزء تاني أنا برضو عايز أقول حاجة برضو أنا الصورة عجبتنا والإعلام اتكلم كتير برضو عشان نقول كل شيء والواحد منصف هي الناس برضو في الناديين في ناس راحة من يوم الاثنين كلهم ليه ده في ناس من اللي راحوا دون بيبقى التمرين شغل لا لي راح الاربع لا اسمع في ناس راحت من يوم الاثنين التمرين بيبقى في النادي ما بيروحوش يا أستاذ محمد أنا الصورة حلوة جدا لكن الناس دي طب معلش لما يكون فيه تمرين في النادي بقوا رحوه معلش تعالوا على نفسكم واعتبروا نفسكم سافرين وراجبين طيارة ورحين للسعودية رحوا التمرين شوفوا الفريق ده انت بتبقى دخل بالنادي والتمرين شغال ما بتشوفش الفريق أصلا بيلعب ولا بيعمل ايه ما ينفعش الناس في مصر معلش ما يزعلوش حتى احنا نبقى منحترم الناس اللي بتشوفنا ونبقى واضحين ومنصفين يما حنجابي أقول لك الصورة الصورة جميلة طبعا وبعدين معلش من متوقيت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتا محمود الخطيب لنادي الزمالك خلص الموضوع والعلاقة زي الفل الصورة دي مش هي اللي بتجسد العلاقة الكويسة علاقة خلاص زيارة كابتا محمود الخطيب خلصت كل شيء وانتهينا ده ماشهد طبيعي دلوقتي وصفحة جديدة وصفحة جديدة مش محتاج نزايد فيه اتمنى الماشهد دا يقرر في القاهرة اتمنى مجلس إدارة النادياني يبقوا يقعوضوا في مكان كده واتعاشوا مع بعض في القاهرة معلش اتمنى جزئة مهمة جدا اللي قال عليها المهر برضو جزئة برضو يعني فيه نادي بيدار كان فيه مطش مبارح هالي وزمالك مفيش مجلس إدارة خلص والمطش في وصلت النادي هالي مفيش حد من مجلس إدارة النادي مجلس إدارة النادي الزمالك بيد كامل واصدقائهم واصدقائهم موجودين هناك من يوم الاثنين طب مين بيدير النادي مين بيمشي امور النادي النادي دا فيه العاب اخرى وفيه شأن اجتماعي وفيه شأن انشائي وفيه شأن اقتصادي وفيه شأن مالي مين بيدير النادي يعني مين موجود هنا يدير النادي انا شفت الطيار الاهلي مثلا فيه خمس اعضاء بس اللي سفروا من مجلس الإدارة رئيس واربعة من أعضاء مجلس الإدارة وكي يستفر يوم للأربع بس توقف رئيس بعسة رئيس بعسة يعني وخمسة من أعضاء واربعة من أعضاء مجلس إدارة لكن مجلس الإدارة بالكامل بتاع الزمالك من يوم الاتنين هناك ويقظ لسا الغالية يوم السبت أو يوم الحد لما يرجعوا طب مين بيدير النادي يعني مين بيدير النادي في التوقيت ده وفي مشاكل وفي أمور عايزة تتحل وفيه قرارات وفيه مجلس ادارة طب يعني كتير الماتشة لو في استاد القاهرة مجلس ادارة الزمالك من يوم لاتنين كله بروح التدريب بيقعد مع الفرقة بيتابع على خبار التالفريق ده بيمثل برضو ضغط على العيبة وعلى الجهاز الفني ومالحمد لله انهم في فندق آخر يعني اعتقد ده ممكن عاكتين يترتب ان مجلس ادارة يكون في فندق يعني برضو في حاجات بتفعمل فرح العمدة وده حصل في كل المباريات الحاسمة حتى المنتخب مصر يعني ماتش السودان جزائر في السودان اوتوبيسات عمالة تطلع من مصر على السودان ماتش تونس 78 عبرات عمالة تطلع على تونس ويحصل كارثة ماتش روسيا في سان بيترسبورج في كاس العالم 2018 ودي صحفيين ودي اعلاميين ودي فنانين ودي لعيبة كرة قدامة خرجنا بفديحة 3-1 وخرجنا من بطولة طب بمناسبة الاعلاميين ربط الانديل نهاردة كانت في اجتماع معناقب السحفيين لطلع حقوق رؤية انه ليه السحفيين مسئولين مرحوش غطوا البطولة دي لا مش يعني اصلاق قصة برضو يعني بس مش عايزين يعني نتناول هذا الجانب لانه برضو يعني احنا مفوض ان احنا يعني مسئولين في القصة دي لان احنا تهوانا في حقوقنا مع المصادر وللأسف شديد المصادر بقى تتعامل مع النقد الرياضي على الهامش للأسف شديد كل مصدر او كل جهة اتحاد كرة او نادي او اتحاد لعبة ليه رجالته دول خلاص ودول بتوعه وخلاص على كده اللي بيسافروا معاه او او شغالين معاه وخلاص على كده فبقت القصة مقصورة على مثلا عدد معين هو اللي يعني مرتبط بهذا الكيان وخلاص على كده بقت القصة فهي بس يعني يعني انا مش حابب بتكلم في الموضوع ده ولكن يعني طبعا فيه ازمة كبيرة لان فيه طبعا صحفيين في جرائد وفي مواقع ما بجلهمش فرصة زي دي لان دور السفر ما بجلهمش لازم الالية دي بتتم عن طريق الربطة لازم الالية دي بفيه دور في الربطة والاتحادات والاندية بتبعت تخاطب الربطة احنا عندنا بطولة في الجهة الفلانية يبعتوننا كشف باسماء الناس اللي بيتغطي ويحددوا ناس تجي تغطي الحدث دوت لو هم عندهم قدر لكن دلوقتي ما عندش التحدد حتى بتصفر لان ما فيش مزانيات تذاكر غالية والإقامات غالية فمحدش بيصفر فبقت الكسة مجملات يعني الكسة بقت مجملات حد يجي له دعوة من بره زي اللي حاصل ده حد يعني 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 يروح على حساب وعلى نفقته الخاصة يحضر بطولة أو كده فيعني الكسة فيها لغبطة كتيرة وفيها أزمات كتيرة وللأسف الشديد كلها بتدور في فلك المصالح مرتبطين بمصالح مع بعض طب خلنا نخش فنيا قبل بنتخل بس فنيا أنا بس كنت أولا ولست شريف أتكلم في حتة الناس والحضور الفرح العمدة والكلام ده أتمنى استكمالا للمشهد الكويس اللي بين الأهل والزمالك إن بكرة قبل داية المباراة يكون كابتن محمود الخطيب وكابتن حسين لبيب رئيس نادي الأهل ورئيس نادي الزمالك بينزلوا مع بعض بكرة ويسلموا على عيب الفرقين قبل المباراة وتبقى دي مبادرة وكابتن الخطيب يا موجود إن شاء الله كابتن الخطيب حسين ما أنا علمت المباراة يكون موجود بكرة مع المعلومة اللي عندن يكون موجود بكرة إذن تعالى الظروف الصحية تسمح يعني إن شاء الله الظروف الصحية تسمح وأتمنى أن يكون موجود صراحة برضو كابتن محمود الخطيب قيمة وقامة كبيرة جدا ووجوده في حدث زي ده شيء كويس جدا مش للنادي الأهلي لكن للمهرجان بشكل عام ينزلوا ويصفحوا لعيب الفريقين واتمنى إن إقدارتنا ديين تكون كل الفريق اللي هيخسر والفريق اللي يكون فيه ممر شرفي بعد انتهاء المباراة وأثناء مرصب التويت لازم نعكي الصورة كويسة عن كرة القدم المصريين